طب حليم. اه هو الجميل اللي عندي مصر فريرا هو ان هو راجل بيثبت تشكيل. انت تثبيت اللي التشكيل بيجيب اداء بيجيب اه الكيميا بيفيه ربط بين اللعبة وبعضيها بيحفظوا بعضيهم في قلب الملعب. اه فالجميل في ان هو راجل بيثبت التشكيل بقدر يمكن رغم الظروف الصعبة ورغم ان فيه اصابات ورغم ان فيه لعبة مش موجودة. فدي ميزة. اه. سكابت الحمد ده الحاجة مهمة جدا. تلوقتي ما بتحسش بالغيابات. ما شاء الله اللعبة اللي بتبقى موجودة يعني بتقدي بشكل قوي يعني. بص انت ما عندكش رفاهية اللي اه ان اكتفكت بونت تاني. خلناه بقى خلناه بقى متفكين كده والكلام ده لازم اللعبة تعرف ولازم كلنا نعرف. احنا ما عندناش رفاهية ان اكتفكت بونت تاني. فقدم بونت فان اكتفكت بونت هتصعب عليك الدنيا وما من من لقدر الله بقى متكلمش عالدورة تاني. وخاصة نحن بالكلم الاستمرارية والمكسب والروح اللي موجودين. دلوقتي لازم نستغلهم بشكل كبير. فبالتالي انت ما عندكش رفاهية بتاعة طبعا تستغل تستغل العامل النفسي تستغل الحالة الفنية بتاعتك تستغل ان فيه ده فيه مجموعة شباب طالعة عايزة تحجز المكان وعايزة بتقول للناس ان احنا موجودين. كل الامور دي انا بقولك في في الاخر اللعبة اكيد جواها وعارفة ان معنداش رفاهية انه تفكت بونت تاني. فبالتالي تاتا بونت هنا مهمين جدا في مرحلة صعبة جدا. ودي اعتقد اللي مخليها اللي عبية تركيزها بيعلى بنسبة كبيرة. اه التشكيل يعني النهاردة الراجل لما بالنسبة التمانين في المية. انما الملاحظ ان الراجل خلاص بقى كله مبارة تانية بدي تاتة اربعة ناشين في الملم. يعني النهاردة. ناسقة في يوم. ناسقة وهم كمان بيقدوا للامان عشان بس اني بقى في ظهرهم كده اني بصبرت اليوم. مش هيديوك بنسبة مية في المية لاني لسه طلعين الخبرات قليلا. انما بيقدوا بشكل كويس. بيقدوا في الظروف صعبة. بيقدوا بيتعودوا على المكسب. بيتعودوا. وده ما قلت انك قلت انه مكسب نجزة مالك للفترة الاخيرة الناشين. دي حقيقة. وراجل كمان مش بيغزلنا في المنطقة دي. يعني الراجل بقول لك النهاردة بيبدأ بتلاتة محمد تروح سبعة من مجيده. وسيد عبدالله نمار لعبه بس بس النهاردة تلاتة في قلب الملعب. النهاردة فيه عدك كمان اربع ناشيين. فبتتكلم من القوام بتاع التمتاشر لعابة كابتن احمد فيه سبع لعابة فين. عشين عندك في 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 ظروف صعب. ايجابي جدا. خلالك كابتن احمد كلمت فيها لو كابتن جبال برضو يخضرنا انت دايما تعلق او فترة تعلق نادي الزمالك كان ببقى ناشيين كتير موجودين في الملعب. في بداية التسعينات في الالفية كان دايما الناشيين لما بطلع داخل نادي الزمالك بقدوا بشكل المميزه كان مرحلة بطولات بالنسبة نادي الزمالك. يعني الناشي بيطلع من جوه نادي الزمالك بيبقى مترب جوه يعني اللي هو طالع بقاله بتاع تسعة تامن سنين في المكان ده فالوالة شرب يعني ايه حب نادي الزمالك وشرب يعني ايه انتماء. النهاردة اللعاب اللي بيطلع ده بيخلق تنافس اه جيد مع لعابة مع لعابة اللي 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 فوقية. فالتنافس ده بيصب اللي لمصرحة اه 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 او بمصرحة تمنية الزمالك. هما فيه حمي او فيه وعايزين وعندهم هدف. وبالتالي اي واحد كان بيفتكر ان هو ممكن. اه 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 مكانه حجز مكانه في الملعب. لا النهاردة فيه فيه اتنين تاتة لعبة بيدبدبوا وراه. اعتقد دي الميزة اللي اه اه اكتسبنا في المرحلة اللي اللي فاتت. انما اتمنى كمان ان احنا زي ما قلت لك احنا ما عندناش رفاية انك تدعبا. فنتمنى ربنا يكرمهم ان شاء الله من البداية. ما تعيش المنافس في جيمة كل الماتشات صعبة. احنا هدفنا الاول والاخير ان شاء الله في المرحلة دي ان ربنا يكرمك ان شاء الله. وتاخد التلاتة بنت. اتمنى لهم زي ما بقول لك في نهاية الكلمة دايما بتمنى لهم التوفيق ان الماتشات صعبة. المستوىات متقالبة. بتلاعب تقتيم تقيل عنده هدف برضو عنده طموع. انا قلت بغض نظر عن الترتيب ان هو في المركز الحداشر اللي لا. خلاص النهاردة ما تقدرش. اتفضل كابت. اتفضل. لا لا. النهاردة ما تقدرش ما تقدرش تقولي ان انا داخل اخد التلاتة بنت. فالموضوع انتها بس هي الشطرة بتاعتك بكناة زمالك. انك بتنزل تتحول في اول ربع ساعة او تلت ساعة انك تني المبارة بادر. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله بالمجموعة اللي اللي موجودة في الملع او اللي برة. انما في النهاية نتمنى ان شاء الله ناخد التلاتة بنته باسم الله.